السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اخوكم محمد احمد وكما عدتكم ان شاء الله الفيديو ما عليش اللي فات الصوت ما كانش واضح فيه عشان انا كنت في شركة الغاز والدنيا كانت دوشة جامد بص يا جماعة انا رحت شركة الغاز شركة الغاز اللي هي قرجاز عاملة ارض بدل على الجلي الامجراند بدل على الجلي الامجراند وعلى النسان الصاني وعلى الشري الامفي كان عربية عاملة عرض بدل ما كان بـ 11700 عاملة بـ 8265 ثاني شركة الغاز عاملة عرض على تركيب الغاز للجلي والنسان الصاني والشري الامفي وشري الامفي عاملة عرض بدل ما هو بـ 11700 عاملة عرض بـ 8265 كاش ونفس السعر استقع على سنة بدون فوقت بالنسبة للجلي بالنسبة للجلي بتدفع اول مرة 300 جنيه وبتاخد الاوراق المطلوبة الاوراق المطلوبة اه، سورة الرخصة 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 العربية وصورة بطاقة صاحب العربية وضامن وصورة بطاقة ضامن الورق الثاني هو صورة الرخصة الرخصة يكون سري يا جماعة الرخصة والبطاق يكونوا سريين صورة الرخصة وصورة البطاقة وصورة بطاقة الضامن وكل واحد سواء صاحب العربية او الضامن يكون جايب معاه ايصال مرافق تمام الكلام اللي هو كهرباء او ميا او غاز يكون جايب معاه ايصال مرافق ما يكونش عد عليه ثلاث شهور ايصال مرافق الحديث ما يكونش عد عليه ثلاث شهور تمام الكلام حضراتك بتخش شركة الغاز بالأوراق دي بتدفع 300 جنيه بتنزل تعمل فحص سرعة عربية بيجيلك المهندس والفني اهم حاجة بس لكل لمبة اللي تشيك ما تكونش شغال يعني ما تكونش منورة بيحددلك معاه بيقولك مثلا اذا كنت هتركب في اقرب محطة ليك او في المازة او في توكيل سكودة اللي في شارع بورسعيد على حسب يعني الدنيا ولو في اي حاجة بيقولك عليها بس اهم حاجة بيقولك عليها نظف البوابة نظف فوابة العربية ولما تيجي تنظف فوابة العربية تروح عند حد مختص ويكون عنده كمبيوتر يكون عنده كمبيوتر عشان يكودلك البوابة عشان انا يعني انا قلت في فيديو ده يعني في فيديو المرة اللي فاتت وده اللي حصل معي عشان في ناس نظفت البوابة كلا عند اي فني وحصل لها مشاكل كتير عربيات ببرجلة وكلا بما ان البوابة لازم تتكود تمام؟ النقطة التانية انا ركبت الغاز حتى قال لي انت بتسافر الفني سألني انت بتسافر بالعربية تريدذر بما ان البوابة انت بتسافر لك الموضوع في ساعة استوانة دعنا ابراحbreaker الموضوع في ساعة استوانة أنا جبت استوانة ان الموجود نسبل المحتمان pinched لماذا صنق هو دفع آية الشانطة العربية الجيلية ليست كبيرة انت ع service لو عميري ركب معا أجة انا شغال كونس بالعربية عربيتي اوبر فحد ما عاش انت حاجة فمش هتكفي تمام الكلام والنقطة التانية طبعا لازم بعد ما بتزبط الدنيا بتروح تركب عليات المهم ما لو روحت سلمت العربية الناس خلصوا كل حاجة وشيقوا قالوا لي الدنيا تمام ولو معاك اي حاجة بيتجلنا على طول اولا بيدوني ضمان سنة ضمان سيانة مجانية قطع غير لو حصلت حاجة لقد دراتوا اللي ده مجانة ضمان سنة وادوني كواد كده الكوبونات دي اللي من خلالها بقدر ادفع الله مصلاح بقدر ان انا اغير زيت بغير زيت بالكوبون ده واديني خمسة متر غاز هدية والزيت بتاع الغاز ارخص شوية من الزيت اللي برة بس هو بيقولوا اني جودته عالي فان شاء الله انا في مرة كده هبقى اروح اجربه ان شاء الله وبتستفيد بخمسة متر غاز يعني انت مثلا عربيتك مثلا بتاخد تلاتاشر متر اتناشر متر انت مقى في التفويلة بتدي الكوبون اللي هو الخمسة متر وانت لما بتغير الزيت بتاخد كوبون الخمسة متر بتصرفه مع التفويلة الى جانب بعد ما بتخلص الكوبونات دي هم حوالي ستة كوبونات لما بتخلصهم قالوا لي بتاخد شهادة ضمان ستة شهور للصيانة فقط ما متدفعش حاجة في الصيانة سيانة ببلاش ستة شهور كمان يعني معاكس الكتة سنة ونص بس اول سنة تبقى الضمان بيبقى شامل الصيانة وقطع الغيار تمام؟ لو انت خلصت الكوبونات الزيت ديت بيتاخد كمان ستة شهور كمان سيانة فقط سيانة فقط سيانة فقط والحمد لله يعني الموضوع كان يعني الحمد لله هم اول ما دخلت ركبوا لي الغاز وكده بعد كده خرقت فولت العربية او ملت الاسطوانة غاز بعد كده دخلت لهم تاني كودوا لي بقى شغلوا الكمبيوتر اللي هو البوردة اللي بتتحطي جوه العربية وشغلوا لي الغاز الحمد لله مشي بيه طبعا فرق كبير جدا 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 يعني انا حسبتها مثلا انا حسبتها مثلا يا جماعة انه هو مشيت حوالي 180 كيلو حوالي يعني 150 180 كيلو بـ 50 جنيه غاز يعني بجد ففيه فرق بصراحة كبير والنقطة التانية انه الغاز الجديد بيستهلك من البنزين فعلا انا يعني تابعت الاراية بتاعت البنزين بتاع العربية لا بيستهلك من البنزين وده طم مني وده طم مني بيستهلك حاجة خفيفة خرص بس ده طم مني انه هو فعلا بيدي رشة على يعني فيه النظام اللي هو الغاز الجديد ده اللي هو يعني بيدي رشة بنزين على العربية بحيث انه يهدي الدنيا شوية على البساتم مايبقاش البساتم شغالة غاز فتتحرق بسرعة لا فبصراحة دي طمينتني شوية بس فرق بصراحة لما اشتغلت لأ حسيت ان فيه فرق بصراحة والله يا جماع حسيت فعلا ان فيه فرق كبير جدا 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 يعني انا فعلا ندمت اني مركبتش غزل العربية من بدري ندمت انا بعد تارف انا ندمت اشد الندب اني مركبتش غزل العربية من بدري من بدري المفروض كنت ركبت غزل العربية من بدري يعني هي اصبحت خطوة متأخرة بس الحمدلله وقبض الله ما شاء فعلا ويعني الواحد كان ممكن يعني كان ربنا يكرمه بفلوس احسن وكان يسد اللي عليه بسرعة بس الحمدلله قبض الله ما شاء فعلا بس انا بنصح كل الناس جماعة تركب غاز وقلت الاوراق هو المطلوبة واتمنى ان الناس تلحق العرض الموجود لان العرض الموجود ده فترة محدودة وهيرجع وتاني بالنسبة للعربية الناسان الصاني انت في اول مرة اللي معان صان صاني ان اهم من المعان صان صاني سيدفع سبيك 150 جنيه وليس ستكد cuerpo 318 جنيه يعني ان اتصلت به معان صان 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 صاني انا قمت له روح يعمل يقول لك حضر ماشي انا مش عارف لايه بالنسبة لله بقصد اخطوة العربية وتأخبرها على سبعين المكانيكي بيقوم بتصدتها على سبعين سألت الناس شركة الغاز الفنيين اللي هناك قالوا لي لأ غلط بيبوز المكنة بوجيه اتنين شمعة لأ بلاش يا جماعة يا حد يعمل كده أنا سألت الناس المختصين الناس الفنيين اللي قال لي المعلومة ديت تاجر واحد بتاع محل قطع غنه محل قطع غيره ما يجيب منه قلته طيب ماشي بس ما اشترتش منه الحمد لله رحت سألت الناس المختصة قالوا لي لأ حضراتك بيجيبوا جيه واحد شمعة وبيتضبط على سبعين والعربية بتبقى تمام في اي حاجة في العربية بترجعوا لي نتائج يعني انا لقيت عندي النهاردة لمبة الاي بي اس نورت فانا ان شاء الله هروح لهم بكرة عشان اشوف المشكلة دي في ايه لانا انا لسا بغير طيل ونزلت وشفت الزيت الباكي بتاع العربية لقيته تمامه زي الفل فهروح لهم يقول لهم اللمبة اي حال بقى ده مشكلة ضخ غاز ولا حاجة بس لكن بصراحة في فرق كبيرة جماعة وانا اتمنى ان كل الناس يعني تروح تركب عربية غاز عشان حتى البنزين احنا مبقيتش حرفيا مستحملين والله فعلا ما بلاش مستحملين ان انا حط اللتر بتسعة جنيه حرام يعني تسعة جنيه والتاني بعشر لنهار تسعة الربع يعني بلح يعني الشخص اللي بيجي مثلا لو انت تاخدت بنزينة بتلاقي الشخص جيه مسح لك الازاز وحد تاني لماعلك العربية او طبعا انت تدي جوز جنيهات للي بيفولك انت تتلاقي نفسك مثلا انت خدرت كده في سكة ايه على اللي حاجة هتسبها خمسة جنيه فالخمسة جميل اللي وفرتها في الربع جنيه يعني الناس التانية اللي بتقدملك السيرفيز التانية يعني زوقيا انت بتدهله وانا ما وفرتش حاجة والله حتى في بانزينة بتخش تقولي ايه بيقولوني ايه اه يعني يعني بالعداد ولا اورين واورين وما عداد ولا ايه فعلا على لحبة ديهم يعني ان يزلون جوز جنيهات كده وهوا لهنه للأسف هو مرتبهم كده هو مرتبهم للأسف الشريك الناس ده الله يكون فوعونها التلاث عetin ما بتاخدش مرتب ثابت هي هو مرتبها العتمة اللي لاشه هو سيستم يعني او حرف غلط في الناس اللي في البنزانات للأسف الشديد اللي يكون فوعنه وguy كوم فعنه الله يكون فوعنه وفوعنه dude park onlyzcal الغالب اليومين هو رزقه على التبس او على الإكرامية مالوش مرتب ثابت للأسف الا في بعض البنزينات اللي عملت للناس مرتبات ثابتة وبتقول لا احنا قدمت إكرامية قدمت ما قدمتش خلاص فدا الفيديو معا واتمنى بس ان الصوت يكونوا واحدة انا ان شاء الله يعني ربنا يزالها بجيب مايك جديد وانا ضحت امروكم في اي استفسار وربنا يعني معانا ومعاكم وربنا يسد معانا وعليكم اه انا ااسف بس انسيت نقطة ادفع اول شهر 1050 وكل شهر 660 ادفع اول شهر 1050 وكل شهر 660 ده الاست تمام الاستماما الاستماما وان شاء الله بس ان شاء الله بس ان اتمنى تلعونا بلايك وشير وسبسكرايب تحت امروكم في اي سؤال السلام عليكم